دمية دانا دانا بنت مهذبة ومؤدبة تحترم والديها كثيراً سعيد هو أخ دانا لكنه عنيد ذات يوم ذهب سعيد ودانا مع أمهما إلى متجر الألعاب وهناك طلبت الأم من كل واحد أن يختار هديته المفضلة دلت دانا والدتها على دمية اسمها دودو أما سعيد فبدأ بالصراخ والبكاء داخل المتجر لأنه لم يجد لعبته المفضلة وهي دراجة حمراء كان قد رآها من قبل تحدثت معه والدته بهدوء وأقنعته أن يشتري كرة قدم وافق سعيد لكنه ظل حزيناً بعض الشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر